كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم كيف أحبتي في الله الله يرضى عنكم لفض للاستفهام عن الحال كيف كما تقول مثلا لأحدهم كيف حالك ولكن كيف هنا تعجب وتوبيخ كما تقول كيف تذهب إلى هذا المكان كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا بعد كل هذا فإذن هنا تعجب وتوبيخ بالطريقة اللي أنا كيف تفعل هذا ألم أقل لك أن لا تفعل كذا وكذا وكذا كيف فعلته كيف تقول هذا الكلام تعجب وتوبيخ يعني كيف تنكرون وجود الله تعالى كيف تكفرون بالله كنتم أمواتا معدومين من قبل أن تخلقوا فأحياكم أي خلقكم ثم يميتكم عند انقضاء آجالكم ثم يحييكم يعني يوم القيامة فالآية ذكر فيها الله تعالى قصة الحياة كلها أولا كنتم أموات أنت كنتم معدومين قبل أن تخلقوا ما موجودين أصلا ثم بعد ذلك أراد الله إيجادكم فأحياكم أي خلقكم ثم بعد ذلك سيميتكم بعد أن أوجدكم من عدم ثم يحييكم للبحث والنشور يوم القيامة وهنا أحبة في الله ذكر الله تعالى دلال على وجوده وعلى قدرته قضايا لا يجادل فيها أحد فقال كنتم أمواتا فأحياكم قضية الخلق من العدم قضية لا يستطيع عليها أحد أن يجادل فيها فلا أحد يستطيع أن يدعي أنه خلق نفسه ولا أحد يستطيع أن يدعي أنه خلق غيره ثم يميتكم كذلك لا أحد يستطيع أن يجادل في قضية الموت هناك عبارة شهيرة تقول الموت هو الحقيقة الوحيدة في الحياة يعني الموت الحقيقة الوحيدة التي لا ينكرها أو يختلف عليها إنسان كائنا من كان هذا الإنسان كنتم أمواتا فأحياكم ثم إليه ترجعون وهذا فيه وعد ووعيد في نفس الوقت ففيها وعد وتطمين لمن آمن يا مؤمن أنت كل ما بعد الموت كله راحة وأمام بالنسبة لك وعرس أنت راح يقام لك عرس وعرس مهيد وتفتح لك أبواب السماء كلها الناس تنادي لمن هذه الروح الطيبة لمن هذه الروح الزكية أبد لا تهتم ولا تغتم لكنه الآن أمامك الفرصة بأنه أنت الآن كنت بعيد عن رب العالمين توب فالله يحب التوابي أسرفت على نفسك لا تقنط من رحمة الله لا تقنط من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا هذا فيه تخويف ووعيد لمن كفر وعصى الله عز وجل ومات على الأسيان نصد الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا ولذلك أحبتي أحيانا يقول تعالى في القرآن ترجعون وأحيانا يقول ترجعون ترجعون فيها اختيار الرجوع وذلك للمؤمن وترجعون فيها عنف الأخذ وذلك للكافر ولا تنسوا بأنه كثرة موت الفجأة وموت الفجأة هو راحة للمؤمن وأخذة أسف للكافر لأنه بعد ما لحق ما رح بعد يفيدك تقول لي يرجعون آه والله أنا شفت الحقيقة ما أحنا حكى أننا ياها الحقيقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم زين؟ ولهذا قال الإحسان ما هو الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أنت بكل حركاتك وين ما تروح الله يراك فأنت يكون هذا بالنسبة لك حافظ بأنه تبتعد عن الظلم ومعاصي أحبتي في الله شخصراً الله يرضى عنك أنت شخصراً؟ أنت بالنسبة لك تركت المعاصي وتقعد وتتوب وتصلي يعني عندك والله خمس صلوات باليوم كل صلاة أربع دقائق عشرين دقيقة تصلي فيها وتشوفها كثيرا على رب العالمين وشهر من أثناء الشهر تصوم بيه لا والله يجي واحد يقول لك أنا أصوم لأنه قالوا لي لأنه يفيد جماعة الكوليسترول والشحوم والمعرف إيش ويداوي السرطان ومعرف إيش لا تصوم بهذه النية أنت تصوم لي أنه قد فرضه الله سبحانه وتعالى أنه أدي فرض لله عز وجل أما ما بعد ذلك من فوائده وما يجي وراه هذا تحسي الحاصل لعلكم تتقون هذا المرض الله سبحانه وتعالى جابه هو بكيفه هو يشيله هو يخليه وحتى إذا شاله وشال المرض من عندك وشال الأمراض الأخرى اللي فيه فأنت ميت لا محالة يعني أنت شفيت من مرض السرطان على عيني وعلى راسي مبارك أخي الكريم لكنك ستموت ولهذا أحنا الآن لما نتكلم على ترجعون لازم هذا تتيقن عندك وشفيت من السرطان وراح تعيش عشر سنوات أو عشرين سنوات راح تموت فأعمل لي ما بعد الموت أيها المسلم الكيس الفطن الله انطعك عقل استغلوه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى الله يرضى عنكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة